مع أن شتاء تونس في عادته يكون ممطرة وبرودته معتدلة إلا أن المعارضة تراهن على أن تهب رياح التغيير في هذا الشتاء من مدينة الحمامات في شرقي البلاد لوح الاتحاد العام التونسي للشغل بإمكانية التظاهر إذا استمر تدهور وضع الاقتصادي في البلد منذ القرارات التي اتخذها قيس سعيد منذ ما يزيد على عام أدخلت البلد المنهك أساسا في صراعات داخلية أثرت بوضوح في وضع المواطن التونسي على الرغم من وعود قصر قرطاج بتبدل الأحوال السعيد الذي تعاد بالإصلاحات الاقتصادية أخذ من وصفة صندوق النقد الدولي دليلا للبرنامج الإصلاحي يتضمن إصلاحات مالية وجبائية والتحكم في كتلة الأجور وهو ما سيضر بأوضاع كثير من التونسيين ما يفتح الباب إلى دعوات الاتحاد العام للشغل وجبهة الخلاص وغيرهما لقبول دعواتهم شعبيا إلى النزول للشارع ملف القرارات الاقتصادية تزامن مع فتح ملف عرف علاميا بملف القمار الإلكتروني الذي وصفته النيابة العامة في تونس بأنه تآمر على أمن الدولة قضية شملت أسماء سياسية وأمنية وإعلامية يراها مراقبون أنه مشهد من مسلسل صراع الأجنحة الذي بدأ يضرب أروقة قرطاج الذي يمثله كل من وزير الداخلية توفيق شرف الدين وجماعته في مقابل الجناح الذي يقوده وزير أشوء الاجتماعية مالك الزاهي ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المرتقبة في شهر كانون الأول المقبل وسط مقاطعة جبهة الخلاص المعارضة وجل الأحزاب السياسية سواء التي شاركت في جبهة الخلاص أم لم تشارك في ظل شارع تزداد حرارته أكثر كلما ازدادت الأسعار مشهد لم ينقصه الغضب ومن ثم الدعوات إلى النزول للشارع لعل التظاهرات تحرك رياح التغيير التي تنتظرها المعارضة